الأخرى للعبة يوم الأمس الاتفاق والباطن الاتفاق يحقق أول فوز ثلاثة أهداف الاتفاق ما أعرف هو الفكر الإداري لازال مستمر لا يفرح معها إدارة الاتفاق بهذا الفوز عندما نتحدث عن ثالث مباراة للاتفاق أمام من؟ أمام الباطن الباطن لا فرصة تزيين لاعبين لعدم حصول عشادة الكفاءة المالية يحتاج الاتفاق إلى الدقيقة 65 و 66 ليصل لمرمة أو ليسجل الهدف الأول وبالتالي من تابع المستوى الفني أو أداء الاتفاق ليس بالأداء الملفت للنظر أو الأداء الممكن يرجح أنه في تغيير فني المصلحة الاتفاق نعم هو يكسب بثلاثة لكن أمام فريق هو يعاني الباطن يعاني الأميز في هذه المباراة هو مشعل الشمري والأسوأ في هذه المباراة هو حكم المباراة مفارقات عجيبة أن تشهد هذه الجولة في حضور تقنية الفارق في الجولة الثالثة ربما جدل تحكيمي مبكر هذه الجدلات التحكيمية أو الحالات التحكيمية لو حدثت في مباراة جماهيرية لكان الحديث والحديث فيها بشكل كبير لكن ما حدث في مباراة الاتفاق والباطن كان هناك جدل تحكيمي غير محدود في أكثر من لقة وفي أكثر من حالة الاتفاق يحتاج إلى الدقيقة 65 هذا يبين لك أن الجانب اللياقي لدى الباطن محدود جدا يبين لك أن ليس هناك خيارات بديلة لدى هذا الفريق لعدم وجود العنصر الأجنبي بشكل كامل وبالتالي الاتفاق حقق هذه النتيجة لكن ليس من قياس الحقيقين لما يأمله الاتفاقي ومن إدارة الأستاذ الدبل في هذا الموسم ممتاز من جدة الناقض الرياضي دكتور شوقيسار أجزاهراني شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات اشتركوا في القناة